أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزائي المشاهدين خلوني أرحب بديو في هذه الفقرة نقلنا رياضي الكبير الأستاذ جمال الزهر زكاستاذ جمال الزهر أهلاً بك كابتال أيضاً الأستاذ محمود صبري نقلنا رياضي الكبير زكاستاذ محمود مشارك مرحباً كابتال مبروك مبروك للمغرب بولينة بولينة طبعاً كلنا كمصريين واشقاء وعرب وأفرقة بنقول مبروك للمنتخب المغربي مية في المية والحقيقة يعني أنا كان عندي إحساس أثناء المباراة والله إنه كل ما أتطول خلاص هو المغربة الحقيقة عملوا كل اللي عليهم ولعبوا بالطريقة المناسبة عملوا كل حاجة صح عملوا كل حاجة ولعبوا بالطريقة المناسبة جداً قدام منتخب برضو كبير زي منتخب أسبانيا مرشح فما كانش قدامهم حل غير إنه هما يقفلوا فعلاً بهذا الشكل الجيد جداً وأنا باعتبر إنه انتهاء المباراة بوقتها الأصل والإضافي بالتعادل ده أقصى ما كان يمكن عمله كانش ممكن يعني رغم إنه كان فيه بعض الفرص يعني الأوليلة إنما هو ده أقصى حاجة ممكن تتعمل وتترك بقى يترك الأمر لضربات الترجيح اللي برضو كويس جداً جداً إنها جات في مصلحة منتخب المغرب اللي يستحق على مدار البطولة يعني مش هنقول في المباراة دي على مدار البطولة في الدور الأول وتصدره للمجموعة بتاعته بجدارة فنقول ألف ألف مبروك لإخواتنا في المغرب ويا رب يا رب البطولة اللي جاية نبقى احنا موجودين بس لما دينة تصلح لما دينة تصلح هنتكلم فيه بالمجموعة سيد محمود لها طبعاً إنجاز كبير جداً المتخب المغربي متخب رقم أربعة في تاريخ المتخبات الأفريقية اللي توصل للدور ربع النهاي قبل كده أسبعت طبعاً المغرب وغانا أسبعت قبل كده الكاميرون وغانا ونيجيلي يعني أعوزه وليه منتخب عربي في هذه البطولة يصل لهذا حدث المغرب بأمانة شديدة هذا الكلام لم يأتي من فراغ يا كابتنة إسلام ده نتيجة يعني عاوز أقول لك خش باعتين يا سيد بحمود خش على تيين خش على البهريك نتيجة عمل كبير جداً وعاوز أحي بأمانة شديدة وأقول له وراف عليك والله عجبتني وبتعجبني دايماً والرجل ده رجل هادي كده ورزي فوز نقضع يعني عاوز أقول إنه في عمل كبير جداً بيتم لما تتصدر لكورة المغربية المشهد سواء على صعيد المنتخبات أو على صعيد الهندية أولاً نبدأ من صعيد الهندية من نهد البركان دوري للكونفدرالية ده بطولة كاس الكلفدرالية دوري أبطال أفريقيا نادي الوداد وضحت الملامع والشكل وكانت المكافأة لواليد الريكراك إنه هو تجاب مدير فن يتخذ من هنا ويتمتع بعلاقة جيدة مع اللعيب يتحط في المكان لكن الشغل اللي بتم يتم في مصلحة العامة في الجهد عاوز أقول إنه ده شيء بيوضع في الحسبان لأنه تتم مسؤول عن قيمة بلد يعني بلد كبيرة بحجم المغرب لما يتصدر المشهد والناس اللي ما تعرفوش إنه السيد فوزي لقي هو أصلاً وزير الخزانة المغربية يعني قد من عندك رئيس الاتحاد الكرة ناب رئيس الاتحاد الأفريقي وزير الخزانة رئيس نادي دهد البركان تشاير الشلة دي كلها يعني فيه جهد فيه عمل فيه ترتيب هو لاجح هل معنى ذلك ده هو قوي بيحافظ على حقوق حقوق لا طبعاً بيموت نفسه عشان هو أندية وكلنا رحية حالش أنا بلوم على حاجة وأنا بلوم على حاجة معلش محدش يا جماعة عاوز ببتكلم على حاجة إحنا عندنا في في الجانب الآخر المهندسة هنا بريد لا أنا لا أستطيع ولا يمكن أقل إنه هنا بريد في لحظات كتري جداً كان ساند وداعم كبير جداً للكرة مصرية وكاسة عالم 2018 وشغل كبير لكن عايز أقول في لقطات كبيرة جداً ما عرفش لماذا تخلى هاني بريده عن حياديته وسيطرت عليه أمور غريبة جداً يعني مثلاً في أزمة الأهل الشهيرة تخلى أنا بقول فوز اللقج على مكان ساند وواقف كان عنده حق وإحنا ما حدش يدري أقلل من الجهد اللي هو عمله عشان ساند النادي الوطن بتاعه ويقدم كل الصورة شرف لي آه طبعاً عايز أقول يعني يا جماعة مش عاوزين ناخدها في اتجاه إنه هاني كذا لكن هاني عنده أجابيات لا شك في لحظات كترة جداً كان موجود فيها وحاضر وساند ودعم والنينكر كده يبقى رجل مش متابعة كواس جداً لكن فيه بوغزبة المهندس هنا يا بريدة لا لا أكمل كلامي مع حضرتك في هذه النقطة لأنها نقطة مهمة هل وجوده أو عدم وجوده أنا أسف في رئيسة الاتحاد المصري لكرة القدم فارق في الموضوع بمعنى إنه هو لما يكون زي فوزي لقجع زي ما حضرتك ويلت هو رئيس الاتحاد أو جامعة الملكية المغربية اللي هي اتحاد كرة القدم المغربي وفي نفس الوقت هو عضو الفيفا بالنسبة للأفريقية وأيضاً هو نائب أو وزير الخزانة في المغرب هل عدم وجود المهندس هنا يا بريدة كرئيس للاتحاد السؤال ده مهم جداً طبعاً فارق يعني هل هو لو رئيس الاتحاد كانت حتى تبقى الأمور مختلفة لشكل إيجابي إيجابي أفضل طبعاً أنا أشك إنه ابتعاده أنا بكلمك لا ابتعاده لأنه برضو من الخبرات الكبيرة جداً واللي قدم لبلده قدم لبلده في فترات كتيرة دعم لكنهو بعد خروج من اتحاد أفريق الأمور تغيرت حتى يعني أشعر إنه القائمين على الاتحاد ما بحاولوش يستعين بو على بقى حكم إنه هو ممثل تحدد الاتحاد المصري آه الاتحاد المصري لكن أنا عايزة أقوله إيه يا بش مهندس هاني يعني أنا كان على المصور الشخصي عارف وأعلم كثير من الكواليس أيها بالضبط أتمنى يعني أتمنى بعد هانا بريدة من البديل في الاتحاد الرفريق رب عليك من البديل في الفيفا يعني هنقدم مين والله هي المسألة مسألة إنه خلاص بعد هانا بريدة هنتهت المسألة هنقفل ونروح كده أتمنى أنه يكون في التفكير مستقبلا أنت راجل قدمت كبير جدا عندك إيجابيات كتيرة جدا فيه سلبية آه فيه سلبية نزلت منك في موقف واحد باثنين وثلاثة أربعة أنت تعلمها جاي تعلموا موضوع النادي الآلي كان رقم واحد لم يتم الدفاع عن نادي بحجم الآهل لأنه الآلي مش بيلعب لنفسه ده بيلعب باسم دولة اسمها مصر الدولة الكبيرة والرعيل كرد قدم في أفريقيا لكن عايز أقول أنه أنا بحي بأمانة شديدة القائمين على الأمور في المغرب هم فوز الأقضع طبعا فوز الأقضع بأمانة رجل قوي رجل متميز عامل كوادر لازم تراجع نفسك ونت بتتفكر الاتحاد الأفريقي مقره في القاهرة وأغلب الموظفين فيه من الشقيقة المغرب الآن من جنوب أفريقيا من نيجيريا من غانا من تونس فين المصريين تم إبعاد المصريين الغالبية العظمة من المصريين كالموجودين تم إبعاد المخارج الاتحاد هلو كان هناك في بحاولها كمان لنقل الاتحاد اللي أنا عايز أقول أنه اتحيي النازي ولازم نتكلم إحنا عنه سلبية من الشكل بأمانة شديدة منتخب المغربي منتخب تم تقديمه بصورة كويس جدا تم عدده بصورة كوية جدا حتى لما نجل نتكلم أنا ضد جلد الزات يعني إيه اللي حصل لا إحنا هل إحنا بمفكر فعلا مستقبلا أن إحنا هنعمل واحد اتنين تلاتة أربعة ولا هنقعد نقطع في بعض على السوشيال ميديا وعلى المشاهد والبرامج ولا نقول حاجة إيجابية لصالح البلد بأمانة شديدة مصر تستحق تكون أكتر من كده مصر تستحق في مكان أفضل من كده بس محتاجة بأمانة مخلصين محتاجة عمل كبير جدا محتاجة بأمانة شديدة نخرج من ديرة التأسيمات الغريبة وشلة بالدير ولها معارف ولها مش عارف مين ومدرب هيستقيل ومدرب هيستقيل فيتحرك مسؤول كبير جدا نروح للمدرب عشقاته إنه ما تستقلش طب يعني هل لو كل نادي هيستقيل مدربه وإحنا هيبعت له رئيس الربط رح يحل المشكلة بتاعته يعني عاوز أفهم واصلك عندما تم سؤال النائب أحمد دياب عن هذا الأمر قال إن ده من أنا بقول لحضرتك الكلام اللي إيه من إيه يا فنم من اللي حيعان مثلا موجودة من واجبات الربطة قال لي حلية مشاكل إسماعيلية قبل كده أو حلية مشاكل للمصر قبل كده مش قبل مباراة الأهلي لكلام النائب أحمد دياب على فكرة لازم دايما نقول الرأي والرأي الآخر إحنا مقتنعين بإيه ما احنا بنقول ده كلام صح ده كلام صح أنا مش مختلف معاك بس عاوز أقول لك إيه يعني هل لا مثلا لو كان فيه موسيماني فكر يمشي من الليل لإنها بحمد دياب اتدخل راح لإنها الليل يا جماعة عاوزة حل المشكلة سيبنا أتكلم مع موسيماني يعني عاوز أقول يعني بالمنطقة ده كلام ما احنا فيه مشكلة ده كلام ما سؤال ما لأ أنا حضر لا كان فيه اللي هي ما دخل بالحضرتك لا لا ما دخلش أنا برضو دي أتكلم مع حضرتك أنا حقول لحضرتك لإنه إحنا في الأول وفي الآخر لازم تبقى الأمور إيه مرايحة جاية هو لما تيجي تتكلم عن موسيماني نادي الأهلي قادر أنه هو يجيب مئة يعني أنا أسف يجيب مئة موسيماني لكن هو بيتقال كده غزل المحلة لا يستطيع أنا مش مختلف معاك أنا بتكلم هل مثلا في راعة زي دي مثلا الأهلي هيجيب والزمالك هيجيب هل في كل نادي رئيس الربطة هيبع عندي مشكلة مع ضربها أنا تم التحرك فيها أنك أنت تقوله كذا كذا ولو رحت الحياة تلفنية مش هللعبك أو مش هتمشي لا أنا بتكلم على إيه يعني اللايحة والأمور دي تحل بعيدا عن إنك أنت تروح وتحضر تمرين أنا بقول لك ده كلام ده مش هيقلي طرف يعني أنا ضده الناس لأك وراح ساند عشان إليه لها بالمحل يا جماعة ده مبراف الدولي يعني لكن أنا بتكلم على إيه في قواعد ثابتة دي حاجات جديدة أول مرة نشوفها يعني هل ده هيتطبق على كل الناس لأنك أنت تبدأ تتحرك فيه مسألة قال لي آه لو في أي مشكلة مش قال لي هو قال يعني كده في المكالمة اللي كان عاملها قال إنه آه لو في أي مشكلة لأي نادي وأقدرح لها حروح لها تابتا كويس لا بس هي عايزة برضو الحقيقة لازم نقول لازم نحط أنا إسلام أنا أنا بنأشك وأنت عارف أن أنا أساسا يعني أنا أول مبارح يعني مش هايزة أقولك أنا عملت إيه في الإنترو بس إحنا لازم نحط لكن أنا بقول لحضرتك الكلام ده عشان أنا سمعته فمن حقه علي من حقه علي أن أنا أقول هذا الكلام هو ممكن الرابطة تتدخل في حل مشاكل لو كان ملعب لو كان حاجات لكن مش هتدخل مش مشكلة تدارب دي بيتكلم فيها كابتن إسلام في تفاصيل حضرتك حضرتك أنا كان عامل مدخلة مع كابتن سيف أعتقد كابتن سيف زاهر حالك يسمع المكالمة أنا سمعتها لا يسمعها كلها أنا سمعتها فأنا بقول لحضرتك على فكرة أنا ما كلمتش إنها إيبا أحمد ديب عشان نسأله ولا أقول له ولا أي حال أنا بقول لحضرتك إنه قال رد على هذا الأمر إزاي أو زي ما رد على موضوع الجمهور أيو بس جمهور أصبت جمهور جمهور النازل زمالك في تحتين من درجات لا الحماس والشغب وقال لك الحماس ما دي برضو فلسفك دي برضو أه ربنا الشغف وشغب في فرق بين الشغف والشغب ده جملة أنا حتى سألت الحاجة عامر يعني بتلوه على الهواء هو ما كانش معايا بس أنا سألته على الهواء بتلوه حاجة عامر اديني الكتالوج بتاع أيو أنت قلت فعلا كده اللي هو الحماس يعني اللي هو الحماس عشان ما ما نوصلش لقصة الشغب لأنه جمهور ألي ما بيشغل يعني ما بيعملش هذا الشغب أبدا وبالتالي اديني برضو الكتالوج عشان الناس تبقى عارف لكن ما حدش رد دلغاية دلوقتي طبعا طبعا ما فيش شك إنه فيه ازدواجية بمناسبة لكلام أنا أياسي قبل معايا تكمل إنه أنت حدريك سألتني وقلتلي هو مين اللي حيحكم جمعين محمود بسيوني محمود بسيوني محمد حسين كبتن خالد حسين ببار مساعد طلبتك أوامر يا اسوز كمان نتمنى لهم نتمنى لهم انهم موفقين نحنا ميش عايزين أكتر من أن هما يبقوا موفقين في إدارة المباراة يا سيدي حتى لو فيه أي مواقف سابقة بشكل أو بآخر أو لاحقة إحنا محتاجين نشوف شكل مختلف للتحكين اللي إحنا عايزينه بقى لكن أنا الحقيقة عاوز برضو أرجع شوية لجزئية المهندسانة بوريدة أنا بشوف أن المهندسانة بوريدة سواء كان رئيس الاتحاد المصري يعني ممكن أختلف معاكو شوية سواء كان رئيس الاتحاد المصري أو مش رئيس الاتحاد المصري يستطيع أنه هو يتواصل يقدر يتواصل من ده جزء من الأدوار بتاعته زي ما بقس عالمين دكتور حسن مصطفى مثلا في الاتحاد الدولي لكورت اليد كان له دور كبير جدا في إن مصر تنظم كاس العالم لأنه هو في النهاية صاحب قرار يعني أنا عايز أقول المهندسانة بوريدة شئة أم أبيت هو راجل أثبت وجوده في حاجات كتيرة جدا طبعا ومش ممكن أن ننكره لكن هو إحنا محتاجين منه المزيد 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 من الحماية للكورة المصرية والأندية المصرية وأيضا لو هو عنده خبرات معينة يفيد بها الكورة المصرية بحكم أنه هو راجل دوليا وأفريقيا منذ سنوات بعيدة نعم ولو خبرات حتى في الإشراف على المنتخبات لا أي حد عنده حاجة ما ده اللي إحنا عايزينه بقى إنه جمال مثلا مستوى جمال علام مش معنى أنه هو النهاردة هو رئيس الاتحاد ويقود مجلس إدارة بيقود اتحاد الكورة المصري يبقى محدش يتدخل في شغله حد بحجم هينة بريدة لابد أن يكون له دور قد يكون الأستاذ جمال أنا معرفش عشان محدش يقول لك حاجة قد يكون الأستاذ جمال نفسه مش عايز لا أصلاح ده 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 بحكم إن كابتن هينة بريدة أفريقيا ودوليا بحكم موضوع مكتب التنفيذي أيوة بحكم المناصب يحق له إنه هو يبقى عوضه في إدارة الاتحاد أو يتدخل بشكل أو بآخر ليه إنه في النهاية وفقا للليحة بيكون موجود ولكن بدون تصويت رضو الدولي أنا بقى اللي بعيبه على المهندس أنا بريدة إنه من يوم ما حصل استقالة بعد كسر عالم في روسيا هو بتاعت تماما مش كسر عالم في روسيا أيوة ده استقالة بعد كسر أم الأفريقية يارفون ساعتاش ما استقالش في روسيا أيوة لا بعد ما استقال عفوا بعد ما استقال هو بيعد تماما لدرجة حتى معلش أنا بعترف هو نحن كان دايما علاقتنا مع المهندس أنا بريدة قريبة يعني التواصل المستمر هو حتى بيعد عن هذا التواصل نزوج يعني زي ما تقول إيه خد على خطره قوي بس ده أنا بقول إنه مش في مصلحتنا يعني هو المفروض إنه هو يقرب أكتر يدي خبراته للكرة المصرية نعم في النهاية سواء كان رئيس اتحاد أو مش رئيس اتحاد مصري يعني أهلا بيه برضو لازم يكون طيب بس عشان ما ننساش المغرب وهذا الإنجاز التاريخي خلينا نطلع نشوف تقرير زائر أسود الأطلسي أسمع جميع من في الكرة الأرضية نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل الحقيقة وليد الكراكي عمل إنجاز كبير جدا سيطرته على اللاعبين على مجموعة من اللاعبين الكبار داخل المنتخب المغربي الفكر اللي بيلعب به يعني أنا والناس بتقول لي يعني أصل المغرب دافع ما يدافع هو واحد هيفتكر لا هو واحد هيفتكر حاجة وبعد ما صعد هقولك المغرب سنة 2022 هقوله صعد إلى دور الأربعة دور الثمانية دفع يا كبت يعني عاوز إسا لسؤال يا جماعة وأنا بفكر في السؤال ده بره على الفكرة ما أكر ما أكر لسكيروش دافع ووصل فينا لنها يا أفريقيا بلعب تلاتة أكسراتا هاي أيبنا كلمة دافع قدام منتخب أسبانيا طيب دافع قدام منتخب أسبانيا وراح لجول كم مرة شوف كم فرصة ضاعتك فيها أكبع مرات أنا بكلمك أوه منهم واحدة كان يمكن تتخلص الماتش تصدى لها حرص مرة من المتخب الأسباني كابتن أنا عاوز أقول حاجة بأمانة شديدة متخب مغرب كل العناصر اللي فيه عناصر محترفة في الدوريات المختلفة يمكن اتنين لعبة بس يعني محليين عطيته أي أعتبر الفريق كله محترف عطيته الله وبدر بنون يمكن هم دول اللي بشاركوا وبدر بنون نهاردة خد العين على فكرة خد العين بأمانة شديدة يعني فم شاركته وبتاع ونازل هو وعشان هو بتميز في تسديد ضربة الجزاء لكن اللي أنا بتكلم عليه وضيع احنا دلوقتي لما أجي أتكلم على أنا كمصري أتكلم على بلدي وبص على المشهد معي أشوف شكل المحترفين بتوع عندي أنا عندي أربعة أو خمس لعبة محترفين خلاص ليه فترة كبيرة الناتج من 2015 أنا مطلعتش العدد المطوب من المحترفين ما عنديش ما فيش المواهب لكن فيه قلنا بدلة أمل إيه إنه إحنا بدأنا نظهر في منتخبات ناشئين وصغرين بدأنا نظهر في أفريقيا ليه تجربتنا السابقة لما وصلنا التاسع العالم ووصلنا خدنا كهاز أم أفريقيا ثلاث مرات وكان قبلها بفترة عندنا تلات أربعة أجيال توصلوا وبعد اخترت منهم أفضل العناصر حملت شكل انتهز وكان عندك دوري قوي جدا جماهيريا دوري فيه دم كل العناصر النهاردة إحنا زودنا عدد المحترفين مواهبنا قالت مش بالصورة اللي مطلوبة الشغل البطولة عاوز أقول إيه دخل في سكك الناتج مننا لغاية دوليات ما بينش حيث إذا لم يكن هناك دوري منتظم على شكل متميز العدالة في كل شيء عاوزين نخرج من ديرة أهلي وزمالك وإسماعيل ومحلة ندخل في هدف واحد أنا إمتى أسترد بطولة أفريقيا اللي أنا ما فزتش بيها من 2010 إمتى الأندية الأفريقية بتعتي تعود كما كانت تسيطر يعني الأهلي آخر مرة كان بطل دوري بطل أفريقيا عشرين وعشرين ووصل للنهاية عشرين واثنين وعشرين وحصل اللي حصل في البطولة أنا المفروض كنت حتقول أوفر كل الأمور إن أنا أدعم فلاقي اللي في أفريقيا أوفر لها كل دعا لكن عندما تدخل مسألة واحد يكتب بسط واحد يطلع يقول كلمتين إش معنى فلان إش معنى مش عارف نادي نوفر له ده بنأجل يا شيد أنت بتلعب بتكلم بالمجهد العام أنا نفسه يبقى عندي عشرين تلاتين واربعين شفتوا موحي بتكلم فين تلاتين واربعين لايب محترف ده عمر دول التانية دول التانية عندك دول التانية عندك النتج اللي بيحترف فيك كبير جدا لما تشوف اللعيبة لا لما تشوف رواتب اللعيبة ما دي نقطة مهمة جدا أكبر من المغرب رواتب اللعيبة المصريين أغلى من إنهم يروحوا يحترفوا يروحوا يحترف ليه يخليه هنا أحسن يخليه هنا أحسن جنب بيته وجنب أهله والكلام ده ثانيا أنت اللي بتروح تجيب اللعيبة المحترفين من المغرب العربي بشكل عام بأسعار غير الأسعار الحقيقية ممكن إحنا تكلمنا في الجزئية دي قبل كده إنه الدكتور سالم اللي هو وكيل اللعيبين أكد لي وأكد كذا مرة على الملأ يعني إن اللعيب بييجي مصر هنا اللعيب المغربي بسعر يعني مبالغ فيه لإنه في النهاية داخل فيها برضو وكلة وحاجات وحكايات يعني الإجمالي نقدر نقول إنه المنتخب المغربي ما خدش بطولة الأمم الأفريقية ومع ذلك هو عنده سيستم معين ماشي بيخطط يعني يعني هذا الفريق يتم بنائه منذ فترة وبعدين معتمد في الأغلب على المحترفين يعني أنت لازم توسع فعلا دائرة المحترفين في أوروبا بس خلي بالحضرتك يا أستاذ جماعي المنتخب المغربي ده هو تقريبا نفسه عناصره اللي كانت مغربي بس تسناع حكيم زياش وكمان كان واحد كانوا في الأمم الأفريقية أيا 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 خسر من الأمم ولكن كان المدير الفني كانوش طائقينه خليله وفيتشي ده ولا خليله زيتش واضح أنه كان فيه مشكلة كبيرة جدا ما بين اللاعبي لأن ده يعني المستوى إحنا شايفينه دلوقتي لو المغرب لعب به في كاس الأمم الأفريقية كان خد كاس الأمم الأفريقية من مصر ومن السنغال ومن كل الفرق فنيا أنا أتكلم فنيا لكن المدير الفني له دور كبير جدا طبعا طبعا الوليد الركراكي له دور مهم جدا فيه الحصول على هذه الدرجة أو الوصول إلى هذه المرحلة ده مكافأ اللي خده بفوز لا وعلى فكرة بفوز دور أبطال أفريقيا تم مكافأته بأنه يأخذ المدير الفني لا فضر بريقة اللعب المباراة النهاردة هو أبوزي لقصة هنا هي وليد الركراكي زكي المكالمة في الملعب يا كابتل ساب رجع السيناريو كده زكي يا ريس المكالمة تمت في الملعب زكي يا ريس طبعا زكي عملي خد بطولة دور أبطال أفريقيا وخد الكونفدرالية الكونفدرالية خدها لا خد دوري أبطال أفريقيا هو الكنفدرالية المغرب يعني وليت أجروبها في الدور القطري خد فيها الدور القطري برضو مع النجوم محترفين من المغرب ومن الجزائر هون هنا ده السؤال أين المدرب المصري يعني فين كوادرك اللي ممكن اشتغلت برة يعني حد بص شاف مدرب عندك كويس فقال لك هاتو نشوفه الرجل ده عنده دماغ يعني إيه رجل ده برضو عندك أنا بكلمك هو ما أنا بكلمك إنت عندك قاعدة حتى المدربين على صعيد المدربين في الدور المصري قاعدة بتنقارد يعني المدرب اللي بيخرج عن الإطار ويقدم شيء كويس ما تلاقيش حتى حد بصص حالي يعني إيه ممكن يبقى حد إيه قولك لأن أنا شايف مصرين عودة ما معهمش أخص ما أنا بكلمك ده بيدرب من المدرجات من وقت بادي يعني في البطولات ماشي أنا معاه بس أنا بقولك إيه إنت حتى على مستوى هذه القاعدة لا تشغل بالاتحاد الكورة يعني إيه حتى من الكوادر ممكن إيه يجي دولة أو نادي من برة أفريقي أو نادي عربي وقلت حد نادي الدين مين أفضل واحد عندك فورد تقول له تروح داس على الزرار أنا عندي جمال الزهيري عمل ثلاثة دوري وعمل اتنين كاس خدوا عندك مدرب منتخب مفيش الكلام ده مش موجود لا البيانات دي مش موجودة هنا التدريب يخضع للمعارف وللعلاقات وده ما خفيف ولا لا طبعا لكن إنت على المستوى والمشهد بص على حد بص انت بص على المستوى والمشهد لا وانت فشلت لا شوف حتى على اختيار واكتشاف الكوادب في قطاعات الناشئين أنا خليني شوف الاختبارات أنا بس عايزة ورق حضراتكم أصلا أنا الصورة دي بالنسبالي أنا حاول أبعتها لهم الصورة دي بالنسبالي برضو صورة مهمة جدا سورة رونالدو والناصر هي حتصوره بس بيعملوش حاجة تانية ده نجم يا كبت الاسلام يعني انتو بس بتقولوا أصلا رونالدو ميتين مليون يورو خمسمائة مليون يورو لا جماعة يقدر يجيب سعر انت شفت صحافة البرتغالية كتب دي النهاردة لا صحافة البرتغالية نهاردة كتب عنه تقرير على فكرة مرعب يعني ولس حتى بتكلم عمرا بندخل على هوا صحافة إيبولا كتبت انه سبعين في المية من الاستطلاع الرائي اللي عملوه لا يرغبونا في وجود رونالدو في المنتخب عاوزينه عاوزينه على ايه دكة البودلاء بس هو نجم رغم مهما مانا بكلمك الغريبة بقى انا بسميها اقلة الاصل دي يعني ليه يا جماعة ده لو لرونالدو لو يعني حدش يحصل كده معا يعني يعني رونالدو اللي عملوا للمنتخب وللكرة البرتغالية في السنوات اللي لعبها هو اللي بيجاب لها النجومية يعني عاوزوا اضاف مع المجموعة اللعبة يعني النهارده بأمانة انا حزين جدا نتعمل مع لاعب اخلص لبلد في صورة دلوقتي ما كنت بشوفها هو قاعد بصص للمدرب كده والمدرب بصص له بقى يبش طينبع المدرب معلش هاتلونج كده برجو يعني المدرب ايه المدرب واقف قف ينفع قف المدرب واقف واقف على واقف على البيكاتشن بيبصوا ورا عايز يشوف تغيير فبيبصوا ورا كده يشوف فمين اللي في وشه؟ رونالدو فرونالدو بصص لبقل له يعني عايز ايه يستعطفه يقول له غيرنانا مزلنانا اه 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 هي دي هذه هي كرة القدر حلاوة كرة القدر ومع ذلك وصعوب نجم يا كابتن وع ذلك نجم ورد حضرتك ان كل الكاميرات بتجري ورا خلينا ننتقل بسرعة عشان وقتنا بينتهي معاك بسرعة جدا خصوصا بعد دايما احنا بنبقى عارفين برضو علشان جمهور النادي القالي يبقى وانا متأكد ان هم تهمين هذا الكلام كويس جدا احسن مننا كبان انه دايما قبل مباراة النادي القالي كل حاجة بتتلم ومكافئات الخاصة والمكافئات القديمة بتطلع ولكل حاجة بتخلص عشان ايه بتحتلع بالبطر ده امر طبيعي والنادي القالي متعاود عليه من زمن الزمن صحيح يعني من الخمسينات والاربعينات والتلات كل الفرق بتنسى مشاكلها وبتحاول تلم مشاكلها دي وده طبيعي على فكرة مصبوط لانه الفرق دي هتلعب مع بطل المتوج للدوري اه انا بس عايز اقول انه فطر كل المباريات اللي بيلعبها النادي القالي كمان يعني اذا قلنا ان كل الفرق بتستعد للنادي القالي فكل المباريات اللي بيلعبها النادي القالي المباريات مهمة طبعا مفيش مباراة هات اي فريق انت هتلعب معاه لو خسرت قدامه نقطة نقطتين هتفرق معاك طبعا لانك بتلعب على البطولة ولا شيء غيرها حقيق مفيش حاجتين حقيق المباراة طبعا مهمة جدا فرقة غزل المحلة من الفرق القوية جدا فرقة مميزة حقيق ده حتى من الموسم اللي فات ولذلك هو تحدي جديد النقطة الوحيدة بس اللي لفت لها النظر كمان ميستر كولر او اتكلم فيها مع اللعيبة اللي هي نقطة إضاعة الفرص صحيح لان انت احيانا مباراة بتبقى معلقة ماتش تلعج ايش كان يخلص من اول نص ساعة بالزبط كان ممكن يخلص ولو انت احرزت هدف مبكر بيفرق معاك جدا جدا بتقتل المباراة من البداية السيد محمود اعرف رأيك برضو في هذه المباراة الصعبة جدا لان كل جمهورنا الاهل ينتظر هذه المباراة اه طبعا وللاهل في المحلة حكايات وروايات وقصص طبعا تاريخية احنا شاهدين عليها محلة من الفرق المميزة جدا عيق وبتلعب مباراة الاهل بلقاءات الكوس وشوفنا الماتش السنة اللي فات تتعامل ايه علي معلول كرة سفتة من اجمل مباراة يا جماعة السنة اللي قبلها كان كنت من عمر الكرة بتاعتها على فكرة مباراة الاهل مع المحلة والاهل مع اسماعيل في سماعالية والاهل مع المصري في برسعيد كانت المباراة اختبارات لقدرات اللعيب حقيقي وعايز اقول ان المباراة بكرة هي مباراة برهنة شديدة على قدرة الفريق وعلى قيمة اللعيبة اللي موجودة في الفريق نعم ان هم يدفعوا عن يعني احلام جماهيرهم في استعادة اللقب المفضل استعادة دلع الدوري فاعتقد انت بتفكر كبطل في شيء ما يفرقش معك شكل منافس الا سوء احترامه وانك انت تديه لوضعه وتقدم افضل ما لديك تخير انت بقت كل مباراةك مباراةك ما هي خلاصك ما يخلص ما عادش فيه وقت ايه ان النهاردة لو قدرت تحسم المسألة استفادة بقى من المسألة انت هدفك جامع النقاط دلوقتي يا رسول جمال جامع النقاط لا وتوسيع الفارق مع المنافسين طبعا ما انت جامع النقاط دلوقتي وعندك مباراة في غاية تيمن المحطات المهمة جدا اللي بتبرهن على قدرة البطل صحيح وعلى شخصيته في الملعب مباراة صعبة كل الاجواح هوليك اتلمت وفي لحظة بقيت كل الكلام ده ولا يعنيني ولا انا يشغل بالي انا المفروض انا يشغل بالي ان رايح في هدف واحد ان انا افوز بالمباراة تمتلك تستطيع الفوز تستطيع الفوز تعمل المباراة كبيرة اذا ما استطعت شوى بعدك مشكلة فانا عاوز اقول انه اللعيب عارفين والمدير الفني اكيد وصلت للصورة ومشهد والمشهد كلها بتتكرر يا جماعة الاهلي ضع منه الدور في الساعة الفات بسبب تفريط في النقاط المباراة بدايتها السنة القبل اللي فاتت كان مطش المحل كان مطش المحل لما اتغلب واحد سفر اه واتغلبنا واحد سفر صح ما تعدلناش انا قلت اتغلبنا واحد سفر انا افتكرت وكانت راكلت الجزاء بتزديدة بتزديدة ومعرفش تروح للمطش لا وراكلت الجزاء وراكلت الجزاء وكان محمد الحنف برضه لا امين عمر امين عمر بس الظروف كانت مختلفة كان الاهلي برضو طبعا بس انا بتكلم ان دي كانت البداية السيئة للنادي الاهلي فيها دي كانت من البداية من المتش ده كان عامل مشكلة بعد كده بقى اضعت العديد من الجزاء الله تبقى بداية لمرحلة كويسة جدا عموما كل التوفير لنادي الاهلي في مباراته بكرة زي ما قلت لحضراتكم كلنا ننتظر هذه المباراة تقول لي يعني انتو كأهلوارت اه هنتفرج على المباراة دي حتى لو في نهاي كاس عالم كويس من المشكلة كويس من المشكلة خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل كواليس المنديال من خلال البيت الكبير وكريم سعيد وامان جلبرتو لكن بعد هذا الفاصل